أهلا بكم محبين وسلسلة يجيب الله مطر إليكم ملخص الحلقة 12 وأهم أحداثها ولكن قبل البدء اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي صلك كل جديد بداية بعد محاولة طويلة مع سمة توافق أن تمثل مع والدها الدور المطلوب المخرج يعجبه كثيرا تمثيل نوح ويحبه ويخبره أيضا أنه سيعطيه دور آخر وأكبر من هذا في الأيام القادمة ويفرح كثيرا نوح سمة تنزعج كثيرا من ذلك وتتشاجر مع المخرج وتذهب نجمة تضب أغراضها وتذهب ويسألها أيمن إلى أين زاهبة ولا تخبره أين ستذهب ثم يتصل أيمن بوالده ويخبره بما حصل نوح يقابل كوكب ويخبرها أنه يحبها كثيرا ويطلب منها الزواج ولكن كوكب تقول له أنها تريد مهنة أيمن يذهب لبيت حسناء ويسأل عن والدته وتعصب كثيرا حسناء وتطرد من منزلها ثم تأتي نجمة وتخبر حسناء أنها تريد أن تعيش معها ويجن جنونها حسناء ولا تقبل ولكن نجمة تبقى بالرغم عن حسناء وبعدها يعرف نوح أن نجمة في بيت حسناء عهد ابنة حسناء سعيدة جدا لأن جدتها عندها نوح يذهب إلى بيت حسناء ويكون يريد العيش في منزلها أيضا حسناء متضايقة كثيرا من وجود والديها عندها ويهدئها سيف إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو